من حيلهم بينهم ضفتنا النهاردة هي الفنانة الجميلة الطيبة خالص غادة عادل غادة احنا هنحاول نلمعها ونخليها تشترك في الفيلم العالمي اللي احنا كلنا بنحضره ونشوفها يبقى ردفعلها ايه دولوقتي غادة عادل دخلة متحضر برة جاية ببرائتها المعهودة متعرفش يا عيني اللي احصل وهو متآمر معها للأساس ايه شعور الممثلة مجوزة افتكال شعور لطيفة اهي دخلة هيا اهي دخلة احنا هنتكلم في كذا حاجة فعايزك تركزي هنتكلم في بدأنا ازاي وهنعمل ايه فتركزي كده معنا هنتكلم على المسلسل الجديد وعلى الحاجات دي وعايزين نتكلم على مثلا فيلم عالمي انت دخلها حاجة كده ايه نتكلم على فيلم عالمي انت دخلها تلميع كده يعني تلميع نقلف يعني اه مش نقلف يعني نتفق احنا دلوقتي قبل التصدير كده على حاجة خلص وبعدين تلميع يعني يعني غدا دخلها فيلم عالمي حاجات كده وبتاعة وانا ممكن نبقى بعد كده نكلم لو تحب اوكي ان في فيلم عالمي ان في حد ممثل طلب يمثل مع غدا على اللي تبقى لطيفة مش رحشة اه ايه مثلا نقول اه توم كروز مسح يرقى ماشي اوكي خلص يلا بس احنا نبدأ وانت ابتدي وانا هقول على طو طيب ماشي البطة كان خلص اهلا بيكم مشاهدينا في برنامجنا وبرنامجكم وجهة نظر ضفيتنا النهاردة هي الفنانة الجميلة الشابة غدا عدل اهلا بيك يا غدا اهلا بيك كل سنة انت طيبة انت طيبة هل المجدي الهواري هو اللي صنع غدا عدل طبعا يعني هو يعتبر اساسا هو اللي دخلني المجال ده يعني دايما كل انسان بيبقى رغبته انه مستل لو اقولك ان دي رغبة مجدي قبل ما يتكون رغبتي وهو ساعدني وساندني والغاية لما يعني زرع جواي حب الشغل والفن فيه وجهة نظر بتقول ان ان انت بترفضي تشتغلي مع الناس تانية خلاص بسبب الغرور انا اقبعد واحدة ممكن اتهم بالغرور اه يعني عمل ما سمعت ان انا تعالي مثلا والله لو انا متعالي احاول ازبط من نفسي بس انا يعني عاوز بالله يا ده اتراف يعني بايه بانك متعالية شوية في شوية تعالي طب نادي السؤال عشان انا مش فهماك فانا مش يعني انا يعني انا تعبانة ومش بزبطة بس انا مش انا ملا مغرورة ولا متعالية طيب طيب بقولك على حاجة بصي احنا احسن ان احنا نتكلم عن الجزئية بتاعة الفيلم العالمي والحاجة دي دي بتزبط يعني فاهماني فاهماني بتقولي كلمة سر يعني بتقرب مني بتقولي كلمة سر دي حاجة لطيفة يعني انا بحاول ان انا ايه انصاحك دي حاجة لطيفة في ممثلين جات هنا وقالوا ده طلبوا مني قالوا ايه قالوا لي اقول ان احنا مش عارف ايه هنشترك فيلم عالمي مش عايز اقول اسماء يعني هنشترك فيلم عالمي مع فلان جورج كولوني براد بيت حاجات كده انا بحاول ان احنا نعمل حلقة مختلفة يعني انا بحاول ان انا لام معك يعني فاهماني يلا لو مش عايزة خلاص يا غدا اوكي بتعرف ايه المشكلة انها تعبانة دي بدان وبصور من الصبح اه واما انا كمان تعبان بس ده ده شغل يعني فاهماني الحاجة اللي انا بقول لك دي حاجة المصلحتك انا بحاول ان الم معك دي حاجة لطيفة فيلم عالمي دي مش حاجة صغيرة بتحاول ايه بحاول ان الم معك دي حاجة لطيفة مش حاجة وحشة تكتر خيرك انت فاهماني انا وصلت طبعا طيب تكتر ايه طيب نقول بقى نتكلم على موضوع برد بيت ده سماح سماح الكلام ده بيلمع مش وحش يعني فيلم عالمي انا بحاول اللمعها دي حاجة طبها تفوتة تلمعني هتلمعني هو هتجلانس وفقتل يعني ايه تلمعني ايه مش فاهماني دي حاجة معروفة في الميديا يعني كلمة اللمع دي حاجة معناها كويسة للنجا ايوة اسئولي المعك يعني على اساس انت مين هتلمعني مش فاهماني على اساس ان الكلام دي خليك تتحطي في الصفوف الاولى يعني انا مش عايزة تحطي في الصفوف الاولى انا عطي جاية هنا هتكلم عن نفسي الحقيقية بس لا عايزة تلمع ولا طلبت من حد يلمعني ابوهاتو ريكوردر باي قولي الكلام المكتوب في البداية يلا فايف فور انت اصلا خرقتيني برا المودة مش هعرف اسجل معي اه سماح لو سمحت انا قلتلك من ساعة ممكن تجبيلي دندهيلي مكدي اطلعي له اه احنا تسجيل يعني مش مباشر يعني نقدر نعمل اي حاجة وعشان الوقت بس طب عشان الوقت يلا يلا خلاص يلا وقت ايه ما احنا عادنا نستنىك ساعة على بال ما غسلت شعرك طب فاحنا فاضل عشر دعائيات طب قليلي انت عايز انا اتكلم في ايه وانتكلم مع بعض فيه سيبك من الاسئلة وسيبك من انا لا بقول عايز اتكلم فيه ولا بروح عشان عايز اقول كلموني في كذا متكلمونيش في كذا انا احترمت برنامج وناس صحاب يكلموني في برنامج وعشان رمضان وعشان الناس وعشان الناس اللي قاعدة يعني ليه يتضيقهم وعشان الناس هتفرق علينا يعني انا بلطان انا عايز المعك يا غدر انا بكرت كلمة المعك بتقول ايه تلمعني مش فاقمين قالك انا عايز اتلمع مش عايز اتلمع لما احنا نقول في برنامجنا ده اللي الناس بتحبوا جدا ان فيه فيلم عالمي بينك وبين حد مسلا ده ما يلمعش النجم وينزل بكرة اخبار في الدراية انا ممثلين نمالهم يعني مستنى واحد عالم عشان اتلمع انا ممثلة جنسيتي ايه مصري طب وانا يعني اقعد اتفشخر بواحد امريكاني ليه يعني مش مهم ممكن الماني بلاش امريكاني الانتاج المشترك هو دلوقتي البطل في العالم كل طب ربنا يا رب يكرمنا ونعمل الانتاج المشترك لو انا جالي مثلا انا زيع برنامج في امريكا ما ساقولهم لا مريتك يا شيخ تروح تزيع هناك وتخلص تخلصكو مش تخلصنا هناك طالما انت نفسك كده قوي انه تبقى حاجة عليها امريكا هوليوود امريكا ميش ربنا يديك يا رب امين يا رب انت بتكرهني يعني متضيق انك بسجل معايا اابد والله انا بحبك انت نجمة كبيرة وكلنا بنحبك الناس دي كلها جاي علشان بس والله العظيم والله العظيم قصة الفيلم الاجنابي دي بتلمع طب نشيل السؤال اللي هو الفيلم العالمي دلوقتي والموضوع بتاع تنازلك عن الجنسية المصرية ونكمل كلام عن نجاحك في ملاك اسكندرية ونجاحك في مبروك جالك قلق ايه رأيك انت قلت ايه اول كلمة اول كلمة اول جملة قلتها ايه دلوقتي انك مش عايزة الجنسية المصرية وعايزة الجنسية الالمانية عشان الفيلم العالمي والله وعصدي ما يترد علي قطني وش عندك يلا جول قريبة انت عارف انا ايه لي بيغزني كلمة نلمعك تاب تقولها دي والله العظيم ما بيغزني غيرها لو مقلتهاش هكمل برنامج واخلص طيب خلص مش هقول طيب انت تحبي في اسئلة معينة لا ما بحبش اسئلة معينة حاجة انت تقلفيها وانا اسأل اقولها برضو اقلفها ما هو وقاتت يوتك كله غلط اقلف واجزبوا ليه وفابرك ولمع ما تتكلم من انسان طبيعي تسألني ايه حاجة عايزة عرفها اسئلة طيب انت عايزان اسألك في ايه ده انت لو سألت الناس اللي عايزين اي حاجة عايزين يعرفها هيقولولك طيب نسأل الناس يعني اي حد يقول يعني يالله 5 4 3 2 1 جمهورنا نفسه يسأل غدا عادل عن مشاريعها اللي جاية في حد يحب يشترك انا برضو يحبك اوي بس حس ان انت مختيش وقتك في التمثيل انك تبقي نجمة كبيرة يعني كنت حس ان انت ممكن تبدايب اصدار صغيرة مختيش وقتك لا 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 خليك ده سؤال ده لا 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 انت ناخد فني عشان تقول لها مختيش وقتك وفيه وقت يا طبخة والله هو ده وجهة نظر يعني بس رحتي خليك كالي تفضل كالي السؤال حد قوي يعني انا مسمعش بقيت سؤالة اتفضل عايزين اسئلة بترفع النجم وتلمعه مش اسئلة رخمة لما بيكون الوقت اكبر لما حتى الواحد بيبقى نجمي بيبقى ياخد وضع يعني فانا حاس ان حضارك بقيت نجم بسرعة يعني والله ده كرم عند ربنا يعني ممكن فعلا انا اكون متعبتش قوي بس يعني انا في بداية حياتي ممكن يكون مجد يوقف جانبي أكيد يعني لو انا بعد كده ما ثبتش نفسي من خلال شغلي واكتهادي لو السؤال مش عجبك خلاص مترديش علي يا عم انا قلتلك السؤال مش عجبني السؤال سخيف يعني ليه سخيف ما تعدتيش ولسه ما بقديش نجمع ما ماشي و ايه يعني طيب تفضل ما انت بتقاطعني خلاص هعيد من الاول ولا عمليها لو عايزت عادي من الاول بجرحتك اللي رايحك ناخد الاجابة تانية كأنه هو كأنه سأل لدي كاميرتك يلا كأنه سأل بس اتحكي بس سيدة الناس واخد عليك مبتسمة و بشوشة كده بقولك